الحرب العالمية الثانية تقريباً خذت لها في حدود الست سنوات إذا ما تخني الذاكرة ولكن في تقريباً في أواخرها لما خلصت الحرب طبعاً تعرف أمريك تدخلت في الحرب وصارت لذا وانقلوا شاحنات للحلفاء عاد في اليوم لخلصت الحرب عاد الآن الشاحنات بدوا يبيعون في مخلفات الحرب هذه بداية النقل عندنا وجابوا سيارات من يوروب من اللي استقدم السيارات؟ الوالد اشترى سيارة منهم السيارات هذه كانت وقتها سيدي بيكر قديمة أنا أذكرها ركبت فيها بعد محبت ولما اشترى السيارة في أواخر الأربعينات طبعاً السيارة الآن تحتاج وقود نعم الوقود ليس متوفر راح الجدة مدينة الجدة وهكا الحين لا يوجد ريفاينري في السعودية نعم كان يؤتى بالوقود من خارج ريفايند وذلك من خارج المملكة نعم والمهم اشترى أربعة براميل وقود على أساس كل ما يفضى اثنين يرسلهم ويجنم عبات يستخلون الآن خدها على أساس السيارة هذه اللي اشترينا طبعاً الأرطاوية ما فيها مكان الوقود والناس يمرون معها كلها ما مر الناس يجون من الكويت يروحون للرياض يمرون من عند الأرطاوية دروحون عند الوالد ووقود بدأ الوالد فيه بيع هذه بداية المحطات